اشتركوا في القناة اتخلي اوقات انه هيدا الانسان يفكر انا كيف بدي عيش بالمستقبل انا كيف بدي قلع بالحياة كيف بدي قدر ابني من خلال كل شي انا بعيشه مستقبل اقدر كمل فيه ان كان حياتي شخصية او ان كان حياتي العائلية شي الوحيد يلي بيعطي فصحة امل ورجع بالحياة هو اختبار نظيف اختبار حب مع يسوع هيدا الاختبار يلي بيخليني انا اقدر اتطلع بحالي وحب حالي متل ما انا هذا الاختبار بيخلينا ناخد اول مفتاح بحياتنا الروحية مع يسوع شي بيسميه النضوج الانساني النضوج الانساني هو بيبلش من خلاله انا اتعرف على حالي متل ما انا حب حالي متل ما انا رغم كل النقص اللي انا عندي ايها رغم كل المشاكل اللي انا عندي ايها بنفس الوقت بيصع الحلوى الانسان شو القصص الايجابية اللي انا عندي ايها بالحياة شو القصص اللي بتميزني عن الباقية شو المواهب اللي انا عندي ايها من ناحية تانية تقدر يعيش الإنسان هذا النضوج كتير مهم أنه يتطلع على رأي الآخر البناء يلي هو عم بيسمعه لأنه بالنهاية الإنسان هو بعيش من خلال عائلة بعيش بقلب مجتمع عم بعيش مع أشخاص ما بيقدر أنه هو يطلع منهم ما بيقدر الإنسان يعيش أبداً لحاله لأنه هو كان اجتماعي حسب ما بتقول الفلسفة اليونانية مشان هاك لما نحن نعيش مع العالم كتير مهم أوقات أنه نتطلع هنه شو نظرتهم لأنا شو القصص البناءة تحت نقدر نزبط القصص السلبية بحياتنا وتالت شغل كتير مهمة تنقدر نكمل بالنضوج الإنسانة تنقدر نفوت بهذه علاقة الحب أنه نتطلع على نظرة الله موجودة لأنا تنقدر نتطلع على نظرة الله بأننا نتطلع بالكتب المقدس كيف خلقنا على صورته ومثاله كيف اتحت فينا كيف اتجسد كرمالنا كيف فدانا على الصليب كيف عطانا هيد الرجا تحتى نقلنا من حالة الموت إلى حالة الأيام زمن الصوم هو يلي بيخلينا نطلع أنه رغم كل شي نحن عم نعيشه ممكن نقدر نعيش مع الآخر نتحد مع الآخر ونكون مع الآخر شخص عم بيشتغل إلى مستقبل أحلى عم بيشتغل بيواقع متل ما هو عم بيعيش ورم كل الصعوبات والمشاكل عم بيبني إلى مستقبل كبير بمأنه الإنسان ما في يعيش لحاله الله هداه دي كتير حلوة هي العيلة بقلب هيدا العيلة بيقدر هو يتطلع ويشوف ويختبر ويشوف هيدا الحب الكبير اللي هو عم بيعيشه بقلب هيدا العيلة بيقدر الإنسان يشوف صورة الله الموجودة من خلال إخوته خياته أهله ريبينه وبنفس الوقت من خلال هيدا العيلة بينطلق على المجتمع ويشوف أشخاص بيساعدوه أنه هني يكون سندة لأله كرميل يوصل على درب الإيامة ويوصل إلى قامة مسيح يلي بيحكي عنا ماربولوس كتير مهم بزمن الصوم نسأل حيلنا أنا وانسرت بعليقتي مع يسوع الأشخاص يلي عم بيكونوا معي كيف أنا عبنقيهم يا هلترة عم بيكونوا هني سندة ودعمة لأله تحا تقدر أوصل على الهدف يلي أنا بديه عم بيكونوا هني سندة ضهرة بعليقتي مع يسوع بزمن الصوم خلين نطلع بحالنا ونشوف هيدا الجمال والجمال اللي حولينا من خلال أصدقائنا وهدية يسوع لألنا يلي هني العالم والعيلة أمين موسيقى